السلام عليكم مرة أخرى متابعنا لإعزائي متابعي قناة الدعم مدرسي كنت لقوا دائما في إطار استعداد المراقبة الثانية يعني الدورة الثانية اليوم عنا نموذج من نماديج مادة اللغة العربية هنخدم إن شاء الله وكالعادة كالراجع أهم القواعد ديال اللغة العربية كنت تفكرون استعداد الامتحان واستعداد للفرد إن شاء الله إذا باقي الفروض نماديج ديال هنخليكم رابط ديال الفيديو أسفل الفيديو في صندوق الوصفة القورة بالديل فروض المتسوى السادس كالعادة إذا نعمده على بركتي الله وللإشارة فإن يعني بقي تسجيل فقط بالنسبة لمستوى السادس لأنهم اللي باقين عندهم انتحان باقي المستويات بطبيعة الحالة توقف التسجيل بقي يسحب السادس لتابعوا انتحان لمازال يعني مهتم بالإنضمام القناة يتوصل معنا عبر الرقم ديال الواتساب إذا نعمده وكان شابون اسمه عادي ليعاني الفقر ويشكو سؤال حالي باستمرار ذات يوم سمع تضموره شيخ كبير فقال له يا ابني توجد مغارة في أعلى الجبل تفتح مرة كل سنة عند منتصف الليل وموعدها في هذه الليلة ثم أخبره أن لا أحد يعلم بأمرها وهي مملوئة بالكنوز والجواهر ولكنها تفتح لمدة عشر دقائق فقط ومن ثم تغلق ولا تفتح مرة أخرى ذهب عادي عند منتصف الليل وهو يتخيل كيف ستصبح حياته وكم سيصير غنيا وما إن فتح باب المغارة حتى دخل مسرعا واخد يملأ كيسه من المجوهرات هنا ذهب وكهرمان وهنا كماس وفي الجانب فضة وفي آخرها عقيق لم يكتفي عاديل من حفنتين أو حفنتين وظل يملأ الكيس إلى أن سمع دقات الساعة فخاف وهم بالخرج مسرعا ولكن الكيس كان ثقيرا جدا فخاف ورماه ونجا بنفسه قبل أن يغلق عليه باب المغارة عابس الوجه شاحب الوجه خرج عاديل ولم يأخذ شيئا معه من هذه المجوهرات وعلم أنه لو ردي بالقليل لما خسر كل شيء ولكن عاقبة جشعه وطمعه جعلته يبقى فقيرا كما كان إذن نشوفه السؤال أحدد نوعية النص مما يلي هل هو نص حجاجي يعني كنت أعطيه فيه حجاج باش نقنعوشي واحد بشيء فكرة ولا نص تفسيري ولا نص توجيهي ولا نص سردي ولا إخباري ولا وصفي هنا أصلا نشوف قصص للأطفال إذن هنا عندي نص سردي طبيعة نصرد فيه قصة أتمم الجدول بخريطة كلمة غني إذن غني الخريطة من خريطة الكلمة عرف أن أخذك المرادف والضد والنوع والتركيب فيه في جملة إذن غني قدرنا ندير مرادفها ثري أو لميسور ضدها فقير أو لمحتاج نوعها فهي إسم تركيبه في جملة يساعد الغني والفقير لا تحاولش تبقى تقلب على شي جملة مع تكيفة جديرة في الفاعل ما فيقول به هو وصفي يساعد الغني وخصن ممكن يكونش عندك الوقت باش تفكر الغني والفاقير في الانتيحان ولا في الفارض يعني يخص تسل لك راسك ضغير أستخرج من النص أربع مرادفات تنتمي لشباكة مفردات المعادين النفيسة المعادين النفيسة هما ذو كل المعادين اللي يعني قلالين وغالين فهم؟ بحالة شنا عندنا سميتو عندنا الذهب عندنا الفضة عندنا الكهرمان عندنا الماس هذو كلهم معادين نفيسة إذا ذهب فضة ماس كهرمان إذا هذو كلهم يعني داخلين في شبكة المعادين نفيسة ومديرون مجوهارات ممكن يعني تلك المجوهارات داخلة لأن شبكة المفردات كيكون في أي حاجة عندها علاقة بالكلمة اللي بغينها وأغلب يملي كيعطوك شبكة المفردات يعني ممكن تساعد بالنص باش تجبدهم لأن النص كيتكلم على ذاك الموضوع وذاك الموضوع يعني كنتستعملوا فيه مفردات اللي عندهم علاقة بهذيك الكلمة أتي بأربع مفردات تنتمي لي عائلة فتحة عائلة الكلمة تعتمد على نفس يعني كما كان قلوب الفرنسي الغاديكال يعني نفس الجذر كان خدموا عليه وكان خرجوا المشتقات ديالها فتحة نديروا مفتاح فتح مصدر فتح فاتح اسم فاعل اسم مفعول مفتوح اسم الآلة اسم الزمن اسم المكان مفهوم إذا ممكن خرج من الفعل عدة فاتح مفتوح فتح مفتاح فتاحة إذا ممكن بزاف ديال المشتقات لماذا لم يتمكن عادل من إخراج الكيس معه من المغارة علش مقدرش لأنه عمره بزاف وتقال لأنه ملأ الكيس كثيرا ولا لأن الكيس كان ثقيلا ولم يتمكن من حمله لأن الكيس كان ثقيلا ولم يتمكن من حمله استخرج من النص ما يدل على أن عادل كان حزينا وخائفا بعدما نجا من المغارة إذا غمشوا الفقرة اللي دوينا فيها على أن عادل خرج من المغارة إذا هنا قبل أن يغلق علي بما عابس الوجه شاحب الوجه خرج عادل ولم يأخذ معه شيء من المجهورات وعلم أنه لوردية إلى آخره إذا العبارات هي عابس الوجه شاحب الوجه شاحب يعني وجول صفر بالخلعة عابس يعني حزين إذا في الخلعة والحزن إذا عابس الوجه شاحب الوجه خرج عادل ولم يأخذ نكمل معه شيء من هذه المجوهرات سافحة المجوهرات يكفي أعطي عنوانا مناسبا للنص إذا هناك كندوف النص على الجاشة على الطمع والعاقبة دياله مفهم إذا كعنوان أنا أفضل عاقبة الطمع هذه العاقبة دي جاي طمع والعاقبة الجاشة ما الدواله كما كنقول إحنا اللي ما أرضى بخبزة يرضى بنصة وما مارداش بدك شي اللي يقليل فخلى كل شيء أو اللي يبغي كل شيء كي يخلي كل شيء هاد شيء اللي وقع العادل إذا عاقبة الطمع اختاروه من مما يلي القيمة التي يروجها النص شنظة هي القيمة اللي يروج لها النص والاش العام المفتاح النجاح ولا الصدقية المشارات ولا الفقر نهايته الجشاع والطمع الفقر نهايته الجشاع والطمع إذن كندوفني أن الفقر هو النهاية الإنسان الذيكان الجشاع وتمع رفلا tweeting الآخر كيبقى فقير إذن هذه بعض قيمة اللي يروج لها النص ما رأيك فيما فعله عادل عندما كدس الكثير من المجوهرات في الكيس لماذا؟ إذا بنتغل تعطي رأيك وتعطي رأيك فكرة من أفكار النص إذا كتقول وش مناسب وش غير مناسب هل توافقه أم لا تتفق معه تتعطي الرأي ديالك تحد ما يقول لك تحد ما يحسبك عليه ولكن خاصتك تبره لماذا؟ تعطيني السبب إذن هنديرو مثلا ما قام به عادل غير مناسب بتاتا ولا غير مناسب أبدا لأن جشع وطمع الإنسان إذن كنا ناخد من النص كلمات هذه يعمي بصيرته يعمي بصيرته شنية البصيرة؟ هي العقل مش البصر كنا البصر وكنا البصيرة البصيرة هي ديكل يعني إذا كتفكرك تفكر بعقلك وعادك هي البصيرة يعمي بصيرته ويجعل عقله ويجعله هو ما فكرش تماثي البصيرة ديالو عاجزا عاجزا عن تقدير عاقبة الأمور عن تقدير عاقبة الأمور إذن هو من اللي يفكر بطريقة جشعة سفي مخوت بلوك حبس ما فكرش أن دك شيو شغي يكون تقيل أو ما غدي شي يكون تقيل ما فكرش شنو غا يدير من بعد فكر في ساعتها بنولي الفلوس بل يدها بل صجمة إذن الإنسان الجشع ما كيف يفكر شنو غادي يكون من بعد شنو القدر يوقع كيف يفكر في اللحظة فقط إذن غادي نكمل الصرف والتحويل أحول الجملة ذهبا وهو يتخيل كيف ستصبح حياته وكم سيصير غنيا غادي نحولها إلى مع المؤنث المثنى الفتاتان إذن ذهبت ذهبت وهما تتخيلان تتخيل تتخيلان كيف ستصبح حياتهما وكم ستصيران غنيتين علش هنا يدرنا غنيتين ماشي غنيتان لأنه هنا غنيا أمريكا مفرد كنت منصوبة والمتنى ما كيتنصبش بالفتحة شكونا أقول لكيتنصب بالفتحة وتترفع بالضمة وكيتجرب الكسرة هو الإسم الإسم العادي اللي ما عندوش مثلا حرف عيلا في الآخير ما عندوش عادي إذا كان منصوب كتقول الفتحة كان مرفوع كتكون ضمة كان مجرور كيقول كسرة ولكن إلا دولينا في المتنى وفي الجامع ما كيبقوش هدهما العلامات الإعرابية كيبقوا العلامات الإعرابية هي الآلف والياء بالنسبة للمتنى والواو والياء بالنسبة لجامع إذا كان المفرد دياله منصوب فهو يتحول إلي كان مكسور يتحول إلي كم ضمة تتغطينا الواو إذا نرد بالكم فالتحويل هذا من المتنى الجمعي إذا ذهبتا وهما تتخيلان كيف ستصبح حياتهما وكم ستصيراني غنيتين إذا عندو ذو ستخرج من النص ما يلي خصنا إسم فاعل وإسم مفعول وإسم زمان ومكان وجمع مؤنة السالم إذا نغير رجعو النص نشوفو إسم فاعل إذا بالنسبة لإسم فاعل هنا أنا عدوا نأخذوا ورقة إسم فاعل إما غيكون على وزن فاعل ولا إلا ما كان من فعل غير سلاتي غيكون مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر إذا كان يبريت وجد مغارة على الجبل إذا نغنمشي والأخر في أنه شفنا عابس عابس وشاحب على وزن فاعل وعندنا على وزن يعني اللي ميم مضمومة ونكسر آه ومسرع أسرع يسرع مسرعون إذا هذا اسم فاعل ممكن تكتب اللي لعين إذا عنا هنا مسرعون اسم فاعل إذا شاحب أولا قلنا عابس أولا مسرع اسم مفعول إذا اسم مفعول قلنا إما غالقوا على شكل على هذا على وزن اسمته مفعول أو لا على يعني وزن مضارعيه وهو يعني مفتوح ما قبل الآخر إذا هنا هيا غادي مملوء فين هي يجب أن مخي تكون مؤنت مش بدأ رغض تقلقها مفعول مفعول هي اسم مفعول غير هي مؤنت ما أتش فين كنت لقيتها ممكن مملوء هنا مملوء هاي وهي مملوء على وزن المفعول بحال بحال مفعول إذا مملوء مملوء إسم الزمان والمكان إذن إسم زمان أو إسم مكان إذن عنا موعد وعندنا منتصف في منتصف هاي منتصف 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 هذا بالنسبة لإسم الزمان منتصف الليل وعندنا كذلك موعد كين موعد ما عرفتش دبا فين كينة ولكن راه كين موعد باش ما نتعطلوش إذن كينة موعد نتعطي كتب وحدة فيهم موعد منتصف طب الحال هذو كلهم منتصف جمع المؤنة السليم هو اللي كينتهي بتأمة بسوطة قبلها إذن عنا تمام المجوهرات المجوهرات في النص إذا رجعت وأتلقوها في النص المجوهرات هنا أتمي ملء الجدول عندي نصيغ اسم الآلة واسم التفضيل والجمع إذن عنا هنا سامعة هندير سماعة الوزن فعالة سماعة سرعة الفعل أسرع إذن من الفعل ثلاثي يعني نصوغ اسم التفضيل على وزن أفعل إذا كان غير ثلاثي تندير أكثر ولا أقل ونزيد المصدر مثلا احتراقا أشان ندير أكثر احتراقا ولا أقل احتراقا ولكن ما عندكم غير اسم التفضيل يعني اللي نصيغوه من الفعل ثلاثي الفقير فقراء هذا جمع تكسير ماشي جمع مذكر ساليم فقراء هندوز الصفحة الموالية عنا العدد هو المعدود فهو بسيط نشرح دائما في النماذج دي الفروض أكتب الأعداد بالحروف إذن جاء أو عندي ثلاثة الشخصة لإنقاذ عادل في الجبال وعندي السا وإن الأعداد شوف عاوة نشرح لكم عاوة ثاني هنا واحد واثنان احداش واثناش هذا يوافقان المعدود رجل رجل واحد مرأتان اثنتان احد عشرة مثلا رجل اثنت عشرة مرأتان بجوج مؤناتين ولا بجوج مذكارين مرأتان لأعداد الأعداد سن من 3 حتى العشرة تخالف العشرة مركبة توافق العشرة اذا كانت مركبة توافق فالجزء الثاني يوافق إذا هنا عندي شخص ودائما القاعدة ستكترض مع هالبال ستكترجع للمفرد لا يوجد شي كلمة في الجمع ولكن في المفرد ديالها مذكر هنا عنا شخصا مفرد إذا شخص مذكر إذا ثلاثة ستكون مؤنث ثلاثة عشرة شخصا الجزء ثلاثة احنا كتخالف من ثلاثة العشرة يخالف عشرة بوحدة منك تكون بوحدة أما مركبة توافق إذا يخالف يوافق صفي إذا المؤنث مذكر في الجبال ستة مغارات ستة دخل هنا إذا تخالف المغارة مؤنث إذا العدد سيكون مذكر ستة مغارات في الجبالي ستة مغارات ترك أتمم الجمال بلن ولم لن إذا ولن سنضخلهم عادل أفعال هاد لن لم يستطع عادلون إخراج الكيس من لن يستطيع هنا لن حرفو نصب إذا لن يستطيع عادل ولا لم يستطيع لن ينجح لم ينجح إذا هنا لن يستطيع لن يستطيع لن يستطيع العادل إخلاج الكيس من المغارة لن حرفو نصب ولم حرفو جزم كدير السكون ولكن هنا لن كان السكون ما كنش سكون لأن هنا لتقى ساكنان لتقى ساكنان لأن هنا كنت ساكن و سكون مع ساكن لن ينجح الفتاة لن ينجح الفتى اتمم الجمل بما هو مطلوب هنا تمييز مرفوض منصوب وضع في المقلمات سبعة شحاجة إذن سبعة هنا بما أنه مؤنة تخصنا شي حاجة مذكر إذن سبعة أقلام هنا هذا المثال أقلام تقول هذه أقلام مؤنة ولكن إذن كنت مؤنة تخصنا ندير سبعة أقلام الرجوع المفرد قلم مذكر إذن المعدود العدد دي لغس يكون مؤنة هنا تمييز وضع في المقلمات سبعة أقلام إذن هنا ما خلص شي يكون تمييز منصوب لأن أصلا يعني الأعداد هادو من ثلاثة حتى العشرة كيف يكون تمييز مجرور بالإضافة إذن هنا هذه سبعة وضع في المقلمات سبعة إذن وضع هو الفاعل ضمي المستير في المقلمات جر و مجرور وضع ماذا سبعة هذا مفعول به سبعة كنعربو هال العدد كنعربو لحسب موقعي من الجملة إذن هنا هي مفعول به وهنا أقلامين نديروا تمييز مجرور بالإضافة كنعربو لا يكون منصوب تمييز يكون منصوب هو الأعداد المركبه يعني تسعطاش أعداد مركبه ألفاظ العقود مثلا خمسة عشر رجلين كنعربو فو و أخو و أبو و حمو هادو خمسة إذن أخو و أبو هادو معروفي الأخ و الأب الحمو هو يعني بحالة نسيب فو يعني الفم و ذو يعني صاحب صاحب يعني شو واحد لكي يملك شي حاجة مثلا ذو بشراتين سمراء ذو سمعتين طيبة مفهم إذن ذو كنت تعتبر صاحب إذن سلمتوا على رجلين وجه باسم إذن مش غنكتبوا أخو إذن ممكن أخو وجهين باسم ولا أبو وجهين باسم لا خسنا نسعمل ذو و ذو مش غنقول ذو ولدا ولدي خسني كنشد هادي كذي ولد ولدا ممكن أعوضها بصاحب بش نعرف الحركة دي الإسم سلمتوا على رجلين صاحب وجهين باسم أصلا وجهين هنا كتشوفوا هنا يعني عندها الكسرة إذن صاحب وجهين باسم يعني ذي وجهين باسم عندها الكسرة والكسرة تتحول إلى ياء مثلا ضد دراجة الحمراء يعني صاحب الدراجة الحمراء بما أنها جاد ذو في الأول رامو ابتداء و المبتداء كيكون مرفوع في الأسماء العادية كيكون مرفوع بالضمة ولكن بالأسماء الخمسة كيكون مرفوع بالواو بالواو مثلا رأيت رجلا ذا وجهين باسم سلمتوا على رجلين مثلا ماشي هنا يعني يكون هو مفعول به مثلا التقيت صاحب الدراجة الحمراء إذن إلا كان منصوب كيكون عنده الألف كان مضموم كيكون عنده الواو وفي نسبة لأب أبو أخو وفو حامو إذن كنعوضه وفو كنعوضه و بالفم و كننشوف الحركة ديالها و كنشمش نعوضه بالواو ولا بالألف ولا بالياء خرج عاديل من المغارة حال جملة فعلية إذن هندير جملة فعلية إذن مثلا يبكي ولا يجري إلتقيتوا بالأصدقاء و من هندير جميعهم أصدقاء جميعهم صفيدا إذن كيكون تابع أعرب ما تحتهو سطر في النص أنه عادل وهو يتخيل ذهب عادل ذهب شكولي ذهب إذن عادل إذن فهو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره إذن وهو يتخيل تم عندي الحال سفي إذن عندي تم الحال إذن غدي نكتب الواو والحال والحال هو والهي كان عربها ضمير منفصل مبني الضمائر كلها مبني ضمير متصل منفصل عرفون منفصل هذا منفصل مبني في محل لماذا في محل رفع مبتدأ يعني هنا عندي جملة اسمية رفع مبتدأ والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر إذن هو يتخيله يعني عادل يتخيله إذن نرىها مبتدأ يتخيله فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره آخي 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 آخره ضروري إلى عرب الفعل خسنين عرب الفاعل الفاعل هنا ضمير والفاعل أن أختصر ضمير مستتر تقديره هو أنا عادي جملة فعلية ليه neurological aju علي م使ه أجنون الظاهرة على الصبر خبر وهو لا هنا عدي جملة فعلية اللي هي خبر وعاد الجملة الاسمية في آه عفوا لان والجملة الفعلية والجملة الفعلية في محلي آه قلنا هنا في محلي رفعين خبر وعاد عندي الجملة الاسمية ديل وهو يتخيل كلها في محلي في محلي نصر حال خبر والجملة الاسمية جملة الاسمية ممكن تكتبها وهو يتخيل في محل نصب حال اذا خصتكم تدربوا على نماديج الاعراب ديال الحال وخوة ما مغيطوكمش تكون كلمات متفرقة من النص اذا هو ضمير منفصل مبني في محل الارفة مبتدأ يتخيل رافع المضارع مرفوع وفاعل ضمير مستتر والجملة الفعلية ديالي يتخيل رافع محل الخبر ديالجملة والجملة الاسمية اللي هي وهو يتخيل رافع محل نصب حال هنجيوا الاملاء وتم بهمزة الوصل او همزة قطع اذا همزة الوصل والهمزة القطع تمام المسائل البسيطة اذا ال رات تكتب بهمزة الوصل اتناول فعل اذا في المضارع يكتب بالهمزة ديال القطع اعادلون ااااا اعادلون يقتنيع ولا يقنع تم بالقليل اذا تم نداء بالهمزة هناك اثمارة كذلك فعل فوا فعل الرباعي في المضارع اذا عندو همزة القطع أسمهم الجملتين بابن ولا ابنه إذا ابنه إمتى نحدف لها إذا عرفت إمتى نحدف الأليف إذا نرى ها بين بين عالمين بينهما بين الأب مثلا والابن يعني علمين فلان بن فلان إذا كانت فلانة مثلا عيسى بن ماريا من خاص الأليف تبقى متبتة إذا فلان ابن فلان أولا بعد اسم بعد هذه الهمزة ديال السؤال ولا بعد الأخرى مشات لي هنا مشات لي هنا نعود تفكرها ونعود أرجع لكم هنا إذا هنا عنا ابن الهيتم عالمون مشهور في بداية الجملة تبت الهمزة ابن الهيتم عالمون مشهور نعدي سعيد بن سمية إذا هذا تحدث بين قلنا إخص العالم الثاني يكون مذكر هنا عندي مؤنات إذا غادي نخليوها سعيد بن سمية هنا ابن عميكا ذهب إذا عندي هنا يفس السؤال وهذه بعد الأليف ديال السفهام أو لهمزة السفهام إذا تحدث الأليف ما يمكن ندير أ ونزيد الأليف الأخرى إذا أبن عميكا ذهب هنتفكر الحالة الأخرى لأنا طرت لي هذا من بالي وغادي نكمل آه تفكرت بعدي ديال النداء يبنى أخي مثلا أقبيل إذا إذا كان عندي النداء تحدث إذا كان بين علمين شوف رسالة القرية ديال هما في الكتاب ديري لكم يعني إذا كانت الأم تحدث تتبت ولكن نراه كين في بعض المراجع أتلقوها يعني تحدث مهم معلنة تبعدك شيء عندكم في الكتاب إذا بعد الهمزة ديال السفهام بعد ديال النداء بين علمين يعني 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 تكون بين علمين ولكن ما يفصل بيناتهم بتحاجة مثلا عمر هو نخليها هو بنو الخطاب مثلا كون كانت عمر بنو الخطاب نحذف الأليف ولكن بما أنه هو فاصل إذا الأليف كتبقة ما خاص يفصل بيناتهم حتى فاصل نرد البال هذي المسألة هذي وتميم الكلمات بأليف لينا مناسبة بالنسبة للأليف اللينا في الأفعال فالفعل التولاتي كندير لي المضارع وكنشوف إذا تحولت إلى و فأصلها أليف تبقيت ياء فأصلها أليف مقصورة بالأفعال فوق التولاتي تكتب بأليف مقصورة بالنسبة لأسماء إذا كان عودتني إسم تولاتي كندير لي المتند يالو أو لا باش نعرف وش أصلها يعني أليف مقصورة بالنسبة لإسم فوق التولاتي يكتب بالأليف مقصورة إلا إذا سبقت الأليف ياء مثلا دنيا دنيا ره رباعي ولكن هنا سبقت لي سوف إذا أليف ممدود إذا المرعى مرعياني إذا أصلها أليف مقصورة استلقى فعل غير تولاتي أليف مقصورة دنا غندير لهم مضارع يدنو إذا تحولت إلى و في أصلها أليف بخارة إسم غير تولاتي سينتهي بأليف مقصورة خصوصا أنا ليس قبله ياء أثم بهمزة متوسطة أو متطرفة مناسبة مؤذنون همزة على الوا وعلاش لأن الضم أقوى من الفتحة فيئ إذا همزة متطرفة قبلها سكون حي أو ميت تكتب على السطر مسائل همزة مكصورة بدون نقاش على كرسي أليا الهمزة مكصورة الكسر لك تغلب هات حاجة في الهمزة المتوسطة ما تبقى كنشوف كلي قوى وش الفتحة يعني كنقارن هذو الحركات فالفتحة والضم كلي أقوى فالضم أقوى من الفتحة هنجيو للشكل وشكل ما كتبه بخط مضغوط في النص غرج النص باش نشوف ما كنت بخط مضغوط لان عندنا هذا لم يكتفي لم يكتفي عادل من حفناتين هنا ممكن ما تدرش الفتحة لهذه اللي أنا ممدود أو حفناتين ني هنا لك درنا الكسر ما درنا سكون مع أنه هنا يفعل يعني مجزوم هنا رمشي مجزوم بالسكون لأنه الأصل الفعل يكتفي معتل آخر والفعل المعتل مجزوم بحذف النون مشي مجزوم بالسكون وإنما نقول لم حرف وجزم يكتفي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة حدف نالي دي اليا دي اليا صفيت شلي عنا ولكن عاقبته جاشاع هي مضاف إلي هات شلي كين كن باقي هما أصلا عاطين هالين ولكن نشكل هنا في النص باش يجي بيني لأن نشكل في إطار الجملة ذات يومين سمعت تذمراه دخل مس ريعا صفيت هات شلي عنا هو شلي مكتوب هنا صفيت عن جود بالتابير كتابي صف عادلا وهنا عنا مهارة وصف شخص صف عادلا وهو عيد من المغارة بعدما خاب مسعى في أن يجمع الجواهر وأن يصبح غنيا مركزا على وصفك على جوانب تلي ملامح وجه ملابسه وهيئته أحاسسه وشعوره الأفكار التي كانت تخطر في بالي إذن أنا أسبقه كتبت يعني باش نرف شوية الوقت أكتب لكم محض الوصف باش تاخد يعني فكرة لنقلنا خرج عادل من المغارة وعلامات الفزع بادية على وجه الشاحب وقلبه يكاد يتوقف من شدة الخفقان حتى قدمه النحيلة لم تقويا على حمله من شدة الارتجاج ألقى بجسده بجسده النحيف المنهك على صخرة قريبة من المغارة وكانت ثيابه الرثة الممزقة شاهدة على فقره ومعاناته لم يستطع عادل استيعاب ما حدث له فبعد أن رأى حلمه يتحقق أمام عيني فجاءة تحطم كل شيء على صخرة الطمع والجشع وباقي ينظر إلى باب المغارة متحسرا يكلم نفسه ويلومها كالأحمق قائلا ماذا فعلت كيف للطمع يذهب بعقلي كيف يمكنني أن أنظر في عيني والدي وإخوتي بعد أن وعدتهم بأن حياة الفقر ستنتهي ولن تعود بعد اليوم ظل عادل على هذه الحال مدة من الزمن ثم استجمع قواه وقرر العودة إلى منزله عازما على العمل بجد واجتهاز ليتجاوز خيبة أملي إذن هذا كان مموذج الوصف وصفنا الأحاسيس وصفنا الهيئة وصفنا لبس دياله والأفطار التي كابت تخطروا في بالي إذا تبدأ عفوا تكونوا سيفتون تلقى إن شاء الله معنا مموذج آخر من نموذج فروض المستوى السادس بالتوفيق وإلى اللقاء